في رسالة جميلة جدا انا امينة عندي 30 سنة ومتزوج لا يا امينة متزوجة مش متزوج وعندي اطفال ربنا يخليهم لك بيجي لازداء نصفي وبيجي على عيني وبعد شوية يرجع ويجي رعشة في العصابي طول اليوم عملت اشعة ترانين ودكتور قال لي مفيش حاجة ده شريان بيفتح ويقفل من يا امينة من المشاكل الطب اللي عندنا الصداع نصفي من مشاكل الطب ملوش علاج جزري ملوش علاج جزري الدكتور اللي قال لي شريان بيفتح ويقفل على الحق هو ده الصداع النصفي بيجي ازاي الصداع النصفي بيجي في الستات اكتر من رجالة وعشان نطمنك يا امينة وتفرحي بيجي في الازكية يعني بفضل الله اللي طلع مش زكي ربنا حميء من الصداع النصف هو مرض للازكياء وفي الستات اكتر من رجال وقبل الدورة يبتدي يجي بعنف شوية هو بيجي في نصر الرأس طب ما في صداع بيجي في نصر الرأس وما هوش المرض اللي بنكلم عليه ما هوش المرض اللي بنكلم عليه يعني في واحد عنده صداحنة بس مش اللي أنا بتكلم عليه اللي هو ميجرين الميجرين هو صداع النصفي اللي أنا بتكلم عليه ده مرض غير معروف ايه سببه ما نعرفش ايه اللي بيحصل حاجتين شريان يقفل ثم يفتح بعنف بيقفل ثواني ثواني طيب ايه ميزة ان انا اقول الكلام ده للمشاهد اشخص صداع نصفي بسهولة شديدة جدا 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 اذا العين قال لي انا بعرف انه جاي هي دي الحركة دي لما الشريان يقفل بيأثر على الدم للمخ وما شريان المخ يعني مش ايه شريان تاني شريان المخ ده لما يقفل كمية الدم اللي راحة لحتة معينة حتتأثر وحسب الحتة دي حسب الشريان بتاعها لكن كل مرة هي هي كل مرة هي هي فمثلا شريان يبتد يقفل في منطقة الرؤية يشوف حاجات مش موجودة قطة كلب مش موجودة منطقة السمع يسمع حاجات مش موجودة او يحصل فيها حاجة اهم حاجة ان العين يعرف ان الصداع جاي اهو ده المجرين لكن في صداع نصفي صداع في نصراسي بس انما هوش مجرين المجرين صداع نتج عنه شريان افن فالداني ايه انذار فالداني انذار الصداع جاي ثم فتح بدأ الصداع بقى لما الشران فتح فالدم تدفق في منطقة لدرجة العين ساعت يحس شرايينه هنا بتنبط يحسها ده يا بنتي يا امينة علاجه سهل جدا جدا بس ماش خطر وفعلا تعملي الراني المغناطيس يطلع نورما طبيعي تعملي اشعة مقطعه يطلع طبيعي تعملي تحليل دم يطلع طبيعي تعملي كل ما يحلو لك يطلع طبيعي فده مهمة جدا امينك تعرفي ماش خطر لكن مؤرف شوية نستحمله